كريم تومي كاتب عام الجامعة الوطنية جماعة الصيدين جماعة مختصة في الصيد وغيرس الجامعة الجهوية للصيدين بولاية نب الجامعة الوطنية جماعة الصيدين تنظم كما كل عام مجلس الموسع اللي هو الجلسة العامة أخبارية السنوية متاحة واللي على بالمناسبة متاحة عقد تقييم موسم الصيد السابق والإعداد لمقدار حالة الهيئة للصيدين لمشروع قرار لنظم موسم الصيد الموسم 24-25 وفي اللقاء هذية يطلقاه 25 جمعية من كامل تورب الجمهورية 24 جمعية جهوية للصيدين بمعادل جمعية لكل الولاية وفهم جمعية نموذجية جمعية البيازرة بالهواري طبعا خلال الاجتماع هذية تولى الجامعة بسط الأنشطة متاحة على انتداد سنة كاملة في علاقة بالأهداف المعنى الماكولة إليها ولا سيما منها ما هو متصل بشأن الشيخ المنطقي تعالى السيد البري وتطرح الموازنة المالية متاحة وقوائمها المالية الجلسة في طورها الإخباري اتوليت عرض تقريرها الأدب وتقريرها المالي وتمت المصادقة على تعيين خبيل المحاسم وعرضت النشاط متاحة منها توري ثم في الطورة التقييمية تولى تقديم تقييم لموسم السيد المنقضي أو بصدد الانقضاء والإعداد لمشروع الموسم القادم سجلت الجلسة لهم حضور السيد موديل العام للغابات يعني برفقة إطارات لدار العام والغابات وهذا موشه معناها جديد وفي الحقيقة التقليد نعتزو به لأنه المثل ما ظهر التعاون بين الهيكل ومتاع السيدين والمصالح المختصة بالذات الفلاحة اللي تعنى معناها بحماية الثروة الحيوانية البرية بشكل خاص والغابة بشكل عام طبعاً أنه السيدين دي ما رهانهم هو فين المو استدامة السيد والمصيد باعتبار أنه لا دوامة للسيد دون مصيد وهذه اللي نحاولو نجسبوه من خلال ارتقاب الأداء منتاع الهيكل منتاع الجمعيات على مستوى جهوي وأن الجامعة نفسها يكون عندها مشروع كيف كيف بالمناسبة هذه معناها فما الأعلان وعلى استعداد الجامعة أنها مش تنظم منتدى وطني إن شاء الله في أفق آخر شهر ماي المقبل هو الهدف منتاعه ومش يكون معناها منتدى وطني اللي تطويق تها الصيد البري في تونس اعتبار المشاكل اللي واللي تحفظ به معناها كي سواء في علاقة بالوضعية التي تأثر والحيونية البرية اللي تشد تنقص تحت عوامل متعدة من بينها العوامل اللي تعلن حيباس الحراري التغايد المناخي والجفافة اللي استشرة معناها إضافة للعوامل الأخرى منتاخله كيما انتشار الصيد العشوائي وكيما العوامل الكيميائية وكيما الفلاحة العصرية وكيما تناقص الفضاء الغابي إضافة عن المشاكل المتعلقة بالصيد نفسه ومشاكل المتعلقة بالرخص والمشاكل المتعلقة بالإجراءات الإدارية وتعقيداتها والميدان منتاع الصيد نقصده به التاريطور ديشاس يعني المجال اللي نتعطى فيه صيد البري اللي هو بيده معناه يشهد أضرارة كبيرة منها أنه المساحة قد تتقلص تحت برش عوامل الزحف العمراني الاستغلال الفلاحي معناه بدون وجه حق تغير المناخ وتأثير المتاعه والغيطاء الغابي والكيساء المتاعه كل هذه عوامل مؤثرة رهان المتاعنا معناه على مستوى الجامعة ومن خلال التضاغرة هذه حب نقرب وجهات النظر المتاعنا مع شركائنا الفعليين بالأخص منهم مصالح وزارة الفلاحة ومصالح الداخلية ومصالح البيئة الجامعيات معناه المداخلة في المشروع بسببا نقدموا مشروع اللي الهدف منه هو أنه نلقاه حلول المشاكل الحلقة ونظم له استمرارية الهواية هذه اللي هي جزء من تراثنا الثقافية وخطر التونسي مارس الصيد البري منذ ألف السنين ويهمنا أنه كما أحنا ورثنا الثقافية هذه وجزء من تراثنا اللامادي معناه على الأجيال السابقة استحفظوا عليه الأجيال اللاحقة وهذا ما ينجم يصير كانوا خلال إلى الاهتمام لكل شيء نرى نرى أمنية لمستوى الجامعة نرى هو جزء كبير ياسم من أزمة قطاع الصيد البري مرتبطة بعدم إيجاد حلول للهواة الهاوي جزء أساسي من المشهد بتاع الصيد ويلزمنا إذا كان نحب ونحله ومشاكل بتاع الصيد البري إذا نرقاه حلول للناس كل ونرقاه حلول لكل شيء لناس كل للصياد في البروفيل متاعه خاطر الصياد عنده مشاكل مرتبطة بأنه على مستواتك وأنه على مستوى الإجراءات الإدارية المتعلقة بترجيد اللغة الصيد متاعه على مستوى الإجراءات اللي تربط مثلا ترجيد أسلحة متاعه ما إلى ذلك أما الهاوي مشكلته أعمق لأنه للأسف هو رهان متاعه يحب يمارس هوايته في إطال القانو وتعذر عليه ذلك لأنه هو بادر بتقديم المطلب وما توفقش في أنه يحصل على رخصة وبالتالي هذا أفرز برشة أشياء أفرز من ناحية معناها حالة من الغبن عندهم هوم ومعناها كهوات يراه أنهم محرومية من حق ممارست وفيهم برشة ناس معناها على درجة عالية من التكوين العلمي ومسؤوليات الرسمية موش معقول اليوم أنه ناس معناها يختاروا هوايتهم وهوايتهم تختارهم خطر ماك تعرف أنه بعض العيان ناس حلت عينها قات رواحها معناها في أسرة معناها من تقاريدها الصيد البري هواية معناها فرض طروحها عليهم إذ كان مش يمارسوا هوايتهم يحبوا يمارسوا هوايتهم في تلقانون يظلنا نقالهم واسيلة وقانونيات مشروع معروف من قديم الزمان أنه البرميد شاسي اللي هو امتحان رخصة الصيد تكوين وبعد يكون مشروع بامتحان هذا الحل وذي احنا حتى يعني الجامعة كان يعني نالها شرف زيارة صيد وزيارة داخلية لمفتتاح شهر جام في البيفات وطرحنا عليه جان من المشاكل والحقيقة المصنا عنه برشة تفاهم وورينا أنه فما استعداد حقيقي معناها من قبل سلطة شراف لمعالجة هذه ميلافات ونعقد اجتماعا بعد معناها مع المصالح المختصة في مستوى الوزارة وإن شاء الله إن شاء الله نقول وإحنا عنا مؤشرات وانتباع طيب معناها في علاقة بكيفية قبول المطالب هدومة معناها اللي رفعتهم الجامعة والمتعلقة بالهوات في جانب كبير منهم متعلقة بالسايدين في الجانب آخر وحتى بالسايدين تونسيين المقيمين بالخارج خاطر هيك تعرف أنه اليوم عنا مشكلة الحقيقة يعني كلنا نعرف معناها نحسوا بحرج كي نثيرها بفاش أنه سايدة تونسي المقيم بالخارج ينجم يتعطي السايد البر بالخارج وما يتعذر عليه أنه مارس السايد البر في تونس الوقت اللي فام سايدين سياح يدخلوا البلاد تونسية بشي تعتاه السايد البر معناها ماذا المظار التناقض اللي لحقيقة معناها شعرنا أنه الإدارة نفسها عندها استعداد بس التنظيف إيجاد الحل الشي هذا شاء الله رب يوفقنا من خلال الحوار مع المصالح المختصة ومن خلال زادة كذلك الاشيانس هذه منتدى الوطني لإصلاح السايد البر نتوافق في أن نقدم حلول وحاجات معناها تليق بهواية معناها عندها العمق التاريخي والنبل ويليق بدولة معناها يحسب لها أنها أرسات على امتداد عقود مؤسسات وأنها ضمنت للمواطنين امتاحة معنا حرية ممارسة هواياتهم في إطار القانون وشرايا